نصيف زيتون اشتغلت معه نجم نصيف زيتون أكيد شو الدور اللي لعبته بحياة نصيف زيتون الفنية ولين ما بيذكرك نصيف مش ما بيذكرني نصيف لما بينسأل بيذكرني مثل ما أنا ليه أنا ما بذكر أنه أنا كنت بالتيم إذا بدي كله بفريق العمل بفريق العمل طبع إدارة الأعمال والإنتاج والإخراج طبع نصيف أنا اليوم يمكن من أول مرات أنت بتسعيلين عن هذا الموضوع لك فضل بلجايح نصيف إليك خصة من هيدا النجاح من نجوميته أكيد من أي فنان اشتغلت معه وهيدا نصيف بحد الزيت لأنه كان فيه سنتين ثلاثة من هي انطلاقته الأساسية بس أنا الفضل مش بس لقلي الفضل كمان على باسم عصاف يلي هو معي اليوم صار مدير أعمالي يعني كان هو مدير أعمال نصيف أكيد مش أخدت له يا ساقبت بعد سنين طويلة هيدا بس لأنه هو مدير أعمال استثنائي كمان هو كان له فضل كبير بهيدا الشي وأكيد شركة انتاجه ميوزيك إز ماي لايف وغسان شارتوني والفضل الأساسي لنجاح نصيف هو نصيف لأنه نصيف قد ما تشتغل على الفنان ضعف هيدا بالشخصية أنا ساعدت إبروز حدا مظبوط أنا عندي كادو كبير بموهبة نصيف أو غيره أنا غلفته نيكول سابا نيكول سابا أنا ما ابتدت معه أنا اشتغلت معه مرتين سؤالي غير أنا دخلت لحبته اسأل السؤال يا عمي نبال ما قبل حتى قلت حتى قلت له كم سؤال قلنا له بليز هولي خلينا نتفاديهم هل توبة ما بقى رح اشتغل مع نيكول سابا جاد شويري هيك بتقول توبة لك أنا ممكن يتغير رأيي كل حدا ممكن يتغير رأييي أنا من الناس لحد هلأ بقى توبة هلأ مع بالي لير مع بالي لأن الإكسperience ما كانت مردية شو؟ شو المأرضات في التشربة؟ بدي تفوت بريطيات تفاديت أولى وأصلا تفاديت أنا أحكي يعني المرة الوحيدة حكيت فيها عن الأعلام هني لأنه كان بعده نازل العمل مع بعضنا وأنا ما روشت له إذا بدك على السوشيال ميديا تبعي وما كتير نحكى مع أنه قبل كنا عم نحكي كتير أنه عم نشتغل سوا سو في تفاصيل بتخصنا بتخص العمل بالمختفرات حرمة العمل ما كان فيه كيميستري ما فيه كيميستري ما فيه كيميا بالتعامل بالبروفيسيوناليزم طبع العمل طب بس المهنية عم تحكي عن المهنية يعني نيكول ما تصر أتعاملت معك بمهنية يمكن وهي بتلاقي يمكن أنا ما تصرف بمهنية بعد يعني عنا وجهات نظرات نظر مختلفة نظر مختلفة وأنا حتى قابل معي تحكم مع بعض اليوم؟ لا ما بتحكم مع بعض فيه قطيعة؟ قطيعة أصلا قبل الكليب ما كان فيه ما كان فيه الود أو الصحبة أنا بعد نقول لا بس اشتغلت وصوى يعني التقلت وصوى اشتغلت وصوى اوكي بس اليوم ما بتحكم مع بعض يعني اليوم إذا شفت نيكول إذا نيكول هلأ تواجدت لا تسلم علايا أنا إذا شفت ما عندي أعداء لدودين أكيد تسلم علايا وببوسها بس خلص بس مش ضروري لا نشتغل مع بعضنا ولا نكون أصدقاء يعني من